بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنانا وابنتنا طالبات وطالبات قسم تشغيل المعادن اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة ورجعت لكم تاني ومادة التفريز والتجليخ مادة تكنولوجيا التفريز والتجليخ طبعا من المادة المرتبطة بالعمليات الفنية اللي احنا خدناها داخل الاقسام العملية بفكرك بالحلقة اللي فاتت احنا عملنا ايه؟ في الحلقة اللي فاتت احنا خدنا الفريزة الافقية العامة وخدنا اهم اجزائها وخدنا كمان طريق التفتيح اسنان التروس او المضلعات على جهاز التقسيم اللي قلنا ان انا عندي جهاز تقسيم يا اما بيعمل تقسيم بسيط او بيعمل تقسيم فريقي تقسيم بسيط لما كان بيبقى عندي اسنان او مضلعات باعداد سبتة اعداد محدودة يعني خمسين سنة ستين سنة مية وخمسين مية وستين مية وعشرين والتقسيم الفريقي قلنا ان احنا بنعمله عن طريق ان انا لما بيكون محطوط عندي مجموعة اسنان او عدد اسنان فيه جزء مش سابت يعني مية اتنين وخمسين مية تلاتة وخمسين مية تمانية وستين ميتين وتسعتاشر ميتين وتمنتاشر لان انا دايما بشتغل على الرقم السابت وقلنا الفرق ما بين جهاز التقسيم البسيط وجهاز التقسيم الفريقي ان انا عندي البسيط باستخدمه بدون تروس والفريقي باستخدمه بدون تروس عشان تركيبة التروس دي لما بتحرك جهاز التقسيم مع الرسمة بتاعتي بتغير لي التقسيم لما بكون مقربه مثلا من مية تلاتة وخمسين لمية وخمسين قلنا كمان ازاي بسبت المشغولات على الفريزة الافقية العامة وكانت عن طريق المنجلة العادية او المنجلة الدوارة او المنجلة المركزية او ذات الاغراض وقلنا كمان ان انا بسبت سكينة الفريزة بتاعتي عن طريق الاحتكاك او بقابض او بخبور او بألوزات طب انت جايلنا النهاردة مستر محمد علشان تقول لنا درس جديد الدرس ده عن ايه؟ الدرس ده كله عن التروس الدرس عندي النهاردة ان احنا هنتكلم عن مكينة اسمها مكينة الهب مكينة الهب دي بتشتغل على اسنان التروس بس طب وهو انا لما اجا اشتغل على مكينة الهب او على اسنان التروس لازم اكون عارف المواصفات الفنية لأي ترس بالاسنان بتاعته وكون نقدر احسب المواصفات دي كمان والابعاد بتاعته وبعد كده روح اعمل له عملية التصنيع طب احنا النهاردة هناخد ايه؟ هناخد المواصفات الفنية ليه؟ اسنان التروس وحناخد كمان هو انا لما حاجة اشتغل بسائل تبريد سائل التبريد ده هيضيف لي ايه اسناء الشغل وحكون مميزاته ايه؟ وكمان هناخد مكينة جديدة اسمها مكينة الهب مكينة مميزة جدا في عملية تصنيع وتفتيح اسنان التروس طيب تعال ايه هي المواصفات الفنية؟ او ايه هي الحاجات التعاريف يعني اللي انت محتاجها علشان تكون بتصنع ترس على طول كده كأن ايدك دي هي الترس وصوابعك دي هي اسنانه ايدك هو الترس وصوابعك هي اسنانه عندك كم دايرة موجودة تقدر تحددهم؟ عندك دايرة بتعدي بقمم الاسنان وعندك دايرة بتمر بقيعان الاسنان وعندك دايرة بتمر بمنتصف الاسنان تاني تقدر تحط لي كم دايرة على ايدك؟ دايرة من قمم الاسنان انا قلت ان ايدك هو الترس وصوابعك هي اسنان الترس فيبقى الدايرة اللي بتعدي بالاسنان من فوق دي اسمها دائرة القمة ودائرة القمة هي الدائرة التي تمر بقمم اسنان الترس تاني دايرة تمر بالقيعان بتاعة اسنان الترس يبقى دائرة القاع هي الدائرة التي تمر بقيعان اسنان الترس تبقى دائرة الخطوة دائرة الخطوة يا الدائرة اللي في النص يبقى هي اللي بتمر بمنتصف أسنان الترس مقاصة على الخطوة الدائرية ولكن هنعرف الخطوة الدائرية دي يعني ايه يبقى عندي دائرة القمة دائرة القاع اللي بتمر بالقعان ودائرة الخطوة طب وانت مش شايف كده ان انا لما عملت دائرة قمة ودائرة قاع ودائرة خطوة السنة دي تقسمت لكم جزء برافو عليك حاسس وكسيني سامعك وكلكم وانتو بتقولوا علي تبقى السنة دي تقسمت لجزئين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت الجزء اللي فوق اللي بقى محصور ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة والجزء اللي تحت اللي بقى محصور ما بين دائرة الخطوة ودائرة القاع اللي فوق هو اسمه رأس السنة اسمه رأس الايه؟ السنة يبقى رأس السنة لو جي تعرفه اقوله والمسافة الرأسية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة طيب واللي تحت اسمه ايه؟ اسمه جزع السنة ويبقى جزع السنة هو المسافة الرأسية المحصورة ما بين دائرة الخطوة ودائرة القاع خدت كم تعريف لغد الوقت يا مستر محمد وولادي كده معايا شاطرين بيعد ورايا يبقى عندي دائرة القمة دائرة القاع دائرة الخطوة رأس السنة وجزع السنة إنما عندي حاجة مهمة جدا اسمها الخطوة والخطوة دي يا أولاد كل حاجتين شبه بعض توأم يعني ايه احفظ كده معايا دا الخطوة بتاعتي هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين بصنا حطيت صبع دا هنا وحطيت صبع دا هنا يبقى دائرة الخطوة آسف الخطوة الدائرية هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين النقطة دي هنا ودي زيها يبقى النقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين نقطتين ايه متماسلتين على سنتين متتاليتين بس تكون على دائرة الخطوة يبقى أنا خدت دائرة القمة خدت دائرة القاع خدت دائرة الخطوة خدت رأس السنة خدت جزع السنة خدت الخطوة الدائرية وبعد كده هنعرف أن أنا عندي حاجة اسمها الميديول والميديول ده يا أولاد هو اللي بيحدد شكل السنة هو اللي بيحدد هوية الترس وشكل الترس وشكل السنة طب تعالوا مع بعض نشوف المواصفات دي كلها ونعرف تعرفها شكلها إيه وحنكتبها إزاي مصطلحات أسنان التروس نمرة واحد آدي شكل الترس عندي دي سنة ودي سنة يبقى الدائرة اللي بتعدي من فوق خالص دي اسمها دائرة القمة واللي بتعدي من تحت بقعان الأسنان دي اسمها دائرة القاع يبقى إزا دلوقتي دائرة القمة هتبقى إيه بقى؟ هتبقى هي الدائرة التي تمر بقمم أسنان التروس نمرة اتنين دائرة القاع الدائرة اللي تحت خالص دي يبقى هي الدائرة التي تمر بقعان الفراغات بأسنان بين الأسنان أو بين أسنان التروس نمرة تلاتة دائرة الخطوة اللي هي الدائرة اللي في النص دي اللي بتلف في النص هي دائرة الخطوة يبقى هي دائرة وهمية تقع بين دائرة القمة ودائرة القاع ويتم عندها تعشيق أسنان الترس القائد والمنقاض يعني لما يكون فيه ترسين معشقين مع بعضهم طيب نمر أربعة الخطوة الدائرية افتكر أنا كنت بقولك إيه قلت لك هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين بص كده لو خدت النقطة دي والنقطة دي يبقى دي نقطة مماثلة للنقطة دي تمام؟ وموجودة على سنتين متتاليتين بس لازم تكون مقاسة على دائرة الخطوة يبقى الخطوة الدائرية هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين مقاسة على دائرة الخطوة نروح بعد كده نكمل مصطلحاتنا رأس السنة رأس السنة هو الجزء اللي فوق ده يبقى أكيد تعريف رأس السنة هي المسافة الرأسية اللي محصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة هي المسافة نصف قطرية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة نمر اتنين جزء السنة جزء السنة يعني المسافة اللي تحت دي يبقى برضو هي المسافة نصف قطرية علشان ياما متأس على نصف القطر او السهم ده كده نصف قطرية المحصورة ما بين دائرة الخطوة اللي هي الدائرة اللي في النص ودائرة القاع اللي هي الدائرة اللي تحت نمرة ثلاثة ارتفاع السنة يعني المسافتين على بعض اللي هي رأس السنة وجزع السنة يبقى انا عندي رأس السنة الجزء اللي فوق المسافة النصف قطرية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة بعد كده جزع السنة المسافة الرأسية المحصورة ما بين دائرة الخطوة ودائرة القاع ارتفاع السنة اللي هم المسافتين مع بعض وهم الجزء والرأس يبقى هي المسافة النصف القطرية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة القاع طيب نروح بعد كده الخطوة القطرية الخطوة القطرية بتدل على عدد الأسنان في البوصة يبقى أنا الخطوة القطرية عندي اللي بنرمز لها بالرمز خاة بتقول إن هي تدل على عدد الأسنان لكل بوصة من قطر دائرة الخطوة نمرة 2 المديول وده اللي بيحدد هوية وشكل الترس هو وحدة قياس أسنان الترس نون بعدد أسنانه يساوي قطر دائرة الخطوة مقصومة مع العدد الأسنان يبقى المديول بتاعي بيساوي قطر دائرة الخطوة على عدد الأسنان وده احنا حنجلها بعد دقيقة بالضبط علشان نروح نعمل عملية الحسابات نمرة 3 خلوص الأسنان وهو المسافة ما بين القطر الخارجي للقائد والقطر الداخلي للمنقاض الخارجي للقائد والمنقاض علشان الترس دي هيحصل لها عملية تعشيق مع بعضها طيب تعالى كده نعمل حساب للتروس بس لما اعمل حسابات للتروس لازم اكون عارف كويس قوي الرموز بتاعة كل معطى يعني انا حقول ان القطر الخارجي للترس حسميه قاف خه المديول حسميه مين الخطوة الدائرية حسميه خه دال القطر دائرة الخطوة حسميه قاف ارتفاع السنة حسميه عين تاني القطر الخارجي قاف خه المديول مين خه دال يعني الخطوة الدائرية قاف قطر دائرة الخطوة عين ارتفاع الايه؟ ارتفاع السنة طيب لما اجي احسب دلوقت الخطوة الدائرية حقول بتساوي الميديول في طه طيب لما اجي احسب القطر الخارجي حقول بيساوي قطر دائرة الخطوة زائد اتنين في الميديول طيب لو عايز احسب ارتفاع السنة حقول بيساوي 13 على 6 مضروب في الميديول يبقى دي العلاقات اللي هحسب منها كل الابعاد بتاعة الترس بتاعي طيب تعالى نشوف مثال بيقول لي ترس قطره الخارجي 50 ملي متر وله ميديول اتنين كل اللي ميديولي القطر الخارجي والميديول احسب الخطوة الدائرية للترس وقطر دائرة الخطوة وارتفاع السن يبقى انا حاجة كده اعمل الهامش وابدى اخذ المعطيات القطر الخارجي بتاعي بيساوي 50 والميديول بيساوي اتنين هو طالب مين بقى عايز الخطوة الدائرية وعايز القطر الخارجي اللي هو قاف وعايز ارتفاع السن اللي هو عين تعالى نحسب نقول ان الخهدال بتساوي الميديول في طه يبقى بتساوي تحت يساوي الميديول هو ميديولي باتنين في الطه اللي هي النسبة التقريبية اللي كلنا حفظينا من ابتداء واعدادي اللي هي باثنين وعشر على سبعة او تلاتة واربعتاشر من مية ماولي اتنين وعشر على سبعة لما حقسمهم على بعض حيديني تلاتة واربعتاشر من مية يبقى هنا الخطوة الدائرية بقت بتساوي ستة وتمانية وعشر من مية ميلي متر تعالى نجيب قطر دائرة الخطوة يبقى ايزا قطر دائرة الخطوة بيساوي قاف اللي هو القطر بتاعي زائد اتنين في الميديول يبقى انا دلوقتي القاف خهدية بخمسين بتساوي قاف اللي هي قطر دائرة الخطوة زائد اتنين في الميديول كان باتنين طبعا انا هاخد اتنين في اتنين دي اطلحها بره بعكس الاشارة يبقى إذن 50 ناقص 2 في 2 بتساوي قاف يبقى القاف هتساوي 46 ملي متر وبقى أنا كده حققت المطلوب الثاني اللي هو قطر دائرة الخطو تعالى نروح نجيب ارتفاع السن مرتفاع السنة كان بيساوي 13 على 6 في الميديول يبقى أنا حقول بتساوي 13 على 6 في الميديول بتاع اللي كان ب2 يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 4 و 33 من 100 ملي متر ويبقى أنا كده حققت المطلوب الثالث يبقى أنا كده أولاد عرفت بيانات التروس وعرفت كمان إزاي ححسب الأبعاد بتاعتي بتاعة التروس طيب تعالوا كده رجعوا لي علشان في حاجة مهمة لازم كلنا نكون عارفينها وإحنا شغالين في أي مكينة من مكينات التشغيل عمتا مش مكينة الهب أو مكينة الفريزة بس وأنا شغال على التروس أو أنا شغال في مخارط أو فريز أو معاشط إيه هي؟ سائل التبريد هو أنا سائل التبريد أساساً بتبقى فيديته إيه وأنا بشتغل به نمر واحد سائل التبريد ده حيقوم بتسريب الحرارة أثناء عملية التشغيل لأن أنا وانا شغال على أي مكينة أكيد بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة احتكاك أداة القطع بالشغلة دي نمر واحد يبقى نمر واحد حيصرب الحرارة طبعاً لما بيصرب الحرارة إلي بيحصل بيخليني أحتاج لقوة قطع قليلة يعني مش هحتاج قوة كبيرة تمام نمر ثلاثة حيزيل الرايش سائل التبريد ده هو بيتحرك حيزيل الرايش ما وان سائل التبريد ده حيبقى بعد كده حنعرف أن فيه أنواع معينة من زيوت ومستحلبات بتضاف إلى المياه أو بتضاف لبعض المواد علشان يبقى سائل وتنزل تقلل الاحتكاك يبقى سائل التبريد حيقلل الاحتكاك حيقلل قوة القطع حيقلل الحرارة حيصرب الحرارة حيقلل التآكل حيطلعلي طلاقة ما صرب الحرارة وقللل التآكل وخد قوة قطع قليلة أكيد حيطلعلي جودة أسطح كويسة وفي نفس الوقت حيحافظ على أداة القطع اللي هي سكينة الفريزة اللي أنا بشتغل بيها وحيطول عمرها الافتراضي طب إيه هي الشروط الواجب توفرها في سائل التبريد نمرة واحد أنه يكون بسائل التبريد بيصرب الحرارة بسرعة نمرة اتنين أنه ما يسببش الصدق يعني أنا دلوقتي شغال في معدن زي الحديد وأعمل سائل التبريد نفترض إن إحنا نفترض إن إحنا بنعمل سائل التبريد منزلين مية تحلل الحرارة وتبرد مش المياه دي بتسبب عمليات الصدق وبالتالي حيبقى فيه تأكل آه يبقى دي المية الوحدة دي ما تنفعش معايا سائل التبريد يبقى المواصفات اللي حتكون فيها سائل التبريد أو العوامل أو الشروط اللي واجب توفرها في سائل التبريد نمرة واحدة إن يكون بيصرب الحرارة بسرعة إنه ما يسببش الصدق إنه ما ينبعس منه أبخرة لأن الأبخرة دي ممكن تعمل اختناء للفن أو العامل اللي شغال على المكينة نمرة أربعة إنه ما يكونش سام وعد على كده بقى حاجات كتير يبقى أهم حاجة فيه تسريب الحرارة وإنه ما يكونش سام وإنه ما يكونش بيطلع أبخرة نتيجة التسخين وإنه ما يكون بيصرب الحرارة وبيقلل الاحتكاك وما بيفقدش اللزوجة بتاعته أو بيفقد خواصه مع الحرارة يعني نفترض إن أنا حاط السائل التبريد عشان يعمل عملية تزليق يعني يقلل في قوة القاطع ويقلل الحرارة وإذ فجأة من الحرارة النتجة من عملية القاطع اتغيرت خواصه بقت السيولة بتاعته كبيرة يبقى أكيد مش هيقدي الغرض اللي أنا عايزه تعالوا نشوف مع بعض وظيفة سائل التبريد والعوامل اللي الواجب توفرها في سائل التبريد ونرجع تاني نبص كده فقيدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة نبص كده على السلايدز بتاعتنا فقيدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة رقم واحد تتسرب الحرارة إليها فتنخفض درجة الحرارة رقم اتنين تقليل معامل اللي احتكاك نبص كده مع بعض على السلايدز بتاعتنا علشان نشوف البنوت نبص كده فقيدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة نمرة واحد تتسرب الحرارة إليها فتنخفض درجة الحرارة نمرة اثنين تقلل معامل الاحتكاك إذا كانت لها خاصية التزييد نمرة ثلاثة بتقلل القدرة اللازمة للقطع نمرة اربعة بتطيل عمر الحد القاطع بتقليل كمية التآكل نمرة خمسة بتسمح باستعمال سرعات قاطع عالية يبقى هي بتسرب الحرارة وبتقلل الاحتكاك وكمان بتقلل قدرة القاطع وبتخليني أطلع طبعا طلامة أنا شغال وبقلل الاحتكاك عندي وبقلل الحرارة يبقى أكيد جودة السطح المشغل هتكون جودة عالية نبص كده يا ريت كده نبص مع بعض ننقل بقى على السلايدس بتاعتنا فائدة استخدام سائل التبريد ننقل كده مخرجنا معنا فائدة استخدام سائل التبريد أثناء العمل على الفريزة نمرة واحد تتسرب الحرارة إليها فتنخفض درجة الحرارة نمرة اثنين تقليل معامل الاحتكاك إذا كانت لها خاصية التزييد نمرة تلاتة بتطيل عمر الحد القاطع بتقليل كمية التآكل نمرة اربعة إننا أو خمسة بتسمح باستعمال سرعات قاطع عالية نمرة ستة حفوا بتساعد على إبعاد الريش عن الحد القاطع بسرعة انزلاق كبيرة نمرة سبعة بتعمل تنظيم ضغوط قوة القاطع مما يساعد على إنتاج سطوح جيدة التشغيل طيب الشروط الواجب مراعتها في سوائل التبريد سائل التبريد لازم نمرة واحد يحتفظ بخوصه سبتة نمرة واحد يحتفظ بخوصه سبتة يعني ما تتغيرش مع درجة الحرارة أو مع الاحتكاك ألا يكون لها تأثير سام أو دار على الأشخاص نمرة تلاتة أن يكون رخيص التمم نمرة اربعة أن تكون صالحة استخدام كيميائيا فلا تتلف الجزء المشغل أو تسبب تآكل في أجزاء المكينة أو تكوين الصدق طب هو أنا بعمل صيانة ليه في المكينات أنا بعمل صيانة عشان أحافظ على أجزاء المكينات يبقى أنا الصيانة بتاعتي ممكن تكون صيانة دورية والغرض منها المحافظة على الألات والمعدات في حالة صالحة الاستعمال وعلى درجة من الكفاءة تسمح باستمرارية الانتاج على نحو اقتصادي وتنقسم الصيانة الدورية إلى نوعين أكيد الصيانة الدورية دي نوع منها اللي أنا بعمله كل يوم أو اللي بيتعامل كل فترة زمانية يبقى أولاً الصيانة الدورية اليومية بتشمل ايه بقى؟ الصيانة بعد كده الصيانة حنعرف الصيانة الدورية اليومية بتشمل ايه؟ والصيانة كل فترة زمانية بتشمل ايه؟ الصيانة الدورية اليومية الصيانة الدورية اليومية أولاد معايا كده الصيانة الدورية اليومية وهي الصيانة اللي أنا بعملها تقريباً قبل ما ببدأ في عمليات التشغيل أو بعد ما بنتهي من عمليات التشغيل ارجعوا لي كده الصيانة الدورية اليومية هي الصيانة اللي أنا بعملها في الغالب قبل ما ببدأ عمليات التشغيل أو بعد ما بنتيه من عمليات التشغيل أو اللي بتكون دايما في نهاية اليوم وممكن تكون في بداية اليوم في بداية اليوم أو في نهاية اليوم آه ما هنا المكينة بتاعتي لو متسبة فترة زمنية والمكينة دي ما كانش عليها تشغيل فأكيد عليها شحومات وزيوت لازم تزال قبل ما ببدأ في عمليات التشغيل طيب العادي بتاعي إيه؟ إن أنا أعمل إزالة للريش اللي موجود بعد عمليات التشغيل إن أنا أعمل عملية الغزيل بالكيروسين إن أنا أعمل عملية تزييط للدلائل والأعمدة الانزلاقية إن أنا أعمل تزييط للأعمدة الدورانية وكراسة تحميل والبلي يبقى دي حاجات بتتعامل كل يوم إنما الحاجات اللي بتتعامل كل فترة زمنية اللي هي العمليات اللي بتتعامل عن طريق إن أنا أعمل عملية تفتيش علشان أعمل عملية تجهيز للمكينة للأشغال الطويل يعني أشوف مستويات الزيت اللي موجود فيها سندق التروس لازم يكون فيها زيت عشان عملية الاحتكاك يقل ما بين الأسنان نمرة اتنين إن أنا أشوف وأعمل تفتيش للأجزاء بحيث أن ما يحصل لهاش أعطاء يبقى أنا دلوقتي فيه صيانة بتتم دوريا يوميا وفيه صيانة بتتم كل فترة زمني تعالوا نشوف أنواع الصيانة نبصوا مع بعض الصيانة الدورية اليومية وبتشمل نمرة واحد تنظيف الماكينات بعد انتهاء العمل عليها تمام ونمرة اتنين إزالة الشحوم والزيوت المتجمدة بواسطة قطعة قماش اللي احنا بنقوله عليها سطبة مبللة بالكيروسين ثم تجفف الماكينة نمرة تلاتة أثناء العطلات يعني لو ما فيش شغل عندي يبقى أنا حمسح بتمسح الماكينة جيدا بالكيروسين ثم تدهن أدلة الانزلاق جيدا بالزيت لمنع الصدى نمرة اربعة تزييد أسطح الانزلاق كما يختبر مستوى الزيت فيه المبينات دي في الصيانة اليومية طيب بالصيانة كل فترة زمنية حتم ازاي إن أنا أعمل تزييد في سندق التروس اللي بنعمل فيها تغيير السرعات يعني أشوف مستوى الزيت فيها مظبوط ولا لا نمرة اتنين تزييد صندوق التروس الخاص بالتغذية من عندي صندوق تروس خاص بالسرعات وعندي صندوق تروس خاص بالايه بالتغذية نمرة تلاتة تزييد أدلة الانزلاق اللي هي الرجبة والسرج والمنضادة في مكينات التفريز يعني تشحيم كراسي التحميل بتاعة المحرك نمرة خمسة تغيير سائل التبريد كل أسبوع مع غسل الخزان وتنظيفه نمرة ستة الكشف على أدلة الايه؟ الكشف على أدلة الانزلاق والنضاد والسرج نيجي بعد كده لمكينة الهوب ودي من الحاجات اللي حنركز عليها في حلقتنا النهاردة مكينة الهوب يا أولاد هي مكينة معمولة لتصنيع أسنان التروس مكينة الهوب طبعا مستر محمد ما هي مكينة الفريزة الأفقية العامة كان بتصنع أسنان تروس إنما إيه اللي حيفرق ما بين دي وديه؟ مثال بسيط إنت على مكينة الفريزة الأفقية العامة لو ده أرس وإنت عايز تحوله لترس فإنت كنت بتقطع سنة وتلف جزء من لفة وتقطع التانية وجزء من لفة وتقطع التالتة وجزء من لفة وتقطع الرابع طب وهو حيفرق في مكينة الهوب الكلام ده؟ أيوة طبعا الكلام ده حيفرق في مكينة الهوب أنا في مكينة الهوب عندي سكينة أسطوانية ولها أسنان وبعد كده القرس اللي عايزة تعمل كترس هناك في الفريزة كانت الشغلة سابتة والسكينة بتلف وبتتحرك تاكل إنما في مكينة الهوب هنا الشغلة بتلف وكمان السكينة بتلف فبيكلوا في بعض أسناء الدوران معنى كده إن القرس ده لو لف لفة كاملة حتكون السكينة كلت كل الأسنان ياه ده حتوفر لي في الوقت أيوة حتوفر في الوقت وكمان حتعمل لي إنتاج كامي وكمان الخطأ في التشغيل حيكون قليل جدا تعالوا نشوف مع بعض هي مميزاتها إيه وشكلها إيه طريقة التشغيل على مكينة الهوب ونرجع لبعض تاني نبص كده مكينة الهوب استعملات مكينة الهوب نمر واحد بتستخدم في قطع التروس العدلة والحلزونية وفي الإنتاج الكمي إنتاج كامي يعني بطلع مشغولات بأعداد كبيرة يعني مش حتقطع سنة سنة ده حتاكل الأسنان كلها مرة واحدة وذلك باستخدام سكينة ذات شكل خاص تشبه سكينة الفريزة ماشي ويلاحظ عند تشغيل المكينة الآتي السكينة بتدور بسرعة القطع المناسبة الترس المراد قطعه والمركب على الصينية يدور حول محوره يعني السكينة والترس بيتحركوا مع بعض طب تعالوا كده نشوف مع بعض حركة التغذية للسكينة في اتجاه محور الصينية يبقى أنا عندي ثلاث حركات دلوقتي حركة بتاعة السكينة اللي بتقطع وحركة كمان بتاعة الشغلة اللي متركبة اللي اتنين دول بيتحركوا زائد حركة الايه؟ ايه التغذية طب تعالوا كده نشوف مع بعض دي دلوقتي السكينة بتاعة مكينة الهوب وده الترس اللي انا عايز اقطعه لاحظ ان الترس اللي انا عايز اقطعه بيتحرك والسكينة كمان بتتحرك واخد بالك انها بتعمل عملية تخليق للأسنان في محيط الترس زي ما انت شايف كده وبالتالي في لفة واحدة هيكون عمل عملية القطع بس خلي بالك ان هنا السكينة ميلة بزاوية ميل والشغلة كمان أسنانها ميلة علشان بعد شوية حاجة اقولك في حاجة اسمها الزا بيتا والزا جاما زاوية ميل السكينة وزاوية ميل أسنان الشغلة تمام يا ولاد؟ تاني كده بص معايا السكينة بتلف والشغلة كمان بتلف الشغلة بتلف حوالين نفسها والسكينة بتلف حوالين نفسها بس عشان اطلع الأسنان لازم يكون في ميل للسكينة وفي ميل لأسنان الشغلة ممكن يكونوا الميلين مع بعض يبقى بالزائد ممكن يكون الملين عكس بعض يبقى بالسالب تعال نكمل مع بعض طي مميزات ماكينة الهب وعيوبها ايه المميزات بتاعتها نمرة واحد انها حتستخدم في قطع التروس ذات القطر الكبير والتي من المستحيل تشغيلها على الفريزة مش حعرف في مشغولات هتكون كبيرة جدا ومش حعرف اشغلها على الفريزة نمرة اتنين الوفرة في الزمن بالمقارنة بعمليات التفريز يعني انا لما حاجي اعمل في عملية التفريز زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات حنلاق ان الشغلة بتتحرك والسكينة بتتحرك والشغلة مجرد ما بتلف لفة كاملة بيكون فتحت الاسنان فيها كلها فاكيد حيكون الزمن هنا في مكينة الهوب زمن التشكيل هنا او التشغيل على مكينة الهوب اقل من الزمن اللي موجود على مكينة التفريز نمرة ثلاثة اكتشاف خطأ التقسيم مبكرا يعني لو في خطأ في التقسيم حقدر اكتشفه بدري طيب اربعة دقة عالية في التشغيل يبقى مميزاتها بتستخدم لقاطع التروس الكبيرة الوفرة في الزمن اكتشاف الخطأ دقة عالية في التشغيل طب تعالى نروح لعيوب مكينة الهوب عيوب مكينة الهوب رقم واحد السكاكين المستخدمة تمانها غالي جدا نمرة اتنين المكينة ذات نفسها مكينة الهوب تمانها غالي نمرة تلاتة هيكون التكلفة بتاعتي عالي طب اجزاء مكينة الهوب ايه اجزاء مكينة الهوب نمرة واحد الفرش اللي موجود تحت ده والفرش ده اللي بيحمل كل حاجة عليه بيحمل النضض وبيحمل العربة وبيحمل الساند الرأسي والقائم الرأسي نمرة تلاتة الترسي وبتاع الصينية احنا عارفين ان لازم خلي بالك ان دي السكينة وهتكون بتلف حول النفسها فلازم الصينية دي كمان تكون بتلف حول النفسها فيبقى عندي هنا ترسي بريمي وكلهم متصلين ببعض بمجموعة تروس حنعرفها مع بعض دلوقتي ازاي حنقل حركة السكينة بتكون هنا دائرية والشغلة كمان بتتحرك معها دائرية نمرة اربعة البريمة ماهده ترسي حلزوني ركب مع بريمة بحيث ان دا يتحرك حوالين نفسه والتاني يدور حركة دورانية نمرة خمسة عمود قلووز وجشمة لتحريك العربة المنزلقة دي العربة بتاعتي وده عمود قلووز والجزء اللي موجود هنا ده عبارة عن جشمة اللي هي زي الصمولة عشان انا لما حرك بيدي من هنا اعرف حرك العربة دي للامام والخلف عشان اعرف اقرب الشغلة من السكينة او ابعدها عنها نمرة ستة مجموعة التروس عندي هنا مجموعات من التروس عشان اخد انقل الحركة مثلا من حركة رأسية الافقية او من حركة دورانية لحركة رأسية وانقلها بسرعات مختلفة متنسبة ما بين حركة السكينة وحركة الشغلة نمرة سبعة قائم رأسي زو ادلة لتحريك راسمة اللي هي الحاملة للسكينة ده كده اللي هو القائم الرأسي وفيه هنا ادلة علشان السكينة دي رجبة على العربة دي تتحرك للاعلى والايه وللاسفل نمرة تمانية مجموعة التروس المخروطية اللي حتنقل الحركة للرسمة بتاعت السكينة طب تعالى انا دلوقتي دي الرسمة اللي بتتحرك عليها السكينة السكينة دي ممكن ابقى محتاج انها تنزل لتحتها او تطلع لفوق وبالتالي لازم احركها فانا ممكن احركها يدويا يدويا ازاي شايف اليد دي بص كده هزللك عليها اليد دي الزراع اللي فيها ده لو انا لفتها حوالي نفسها مش العمود ده هيدور اه والعمود ده لو دار الترس ده هيدور والترس ده معشق مع الترس ده يبقى الحركة اليدوية دي هتحرك الترس ده وحتحرك الترس ده وبالتالي الترس ده هيتحرك فالعمود ده هيتحرك يحرك الترس ده ويحرك الترس ده يبقى العمود ده هيلف حوالي نفسه وبما ان دي جشمة زي السمولة يبقى الرسمة دي هتتحرك معايا الفوق او هتتحرك لايه لتحت وبالتالي هقول ان بتتحرك الرأس مع حاملة السكينة يدويا بتحريك اليد واحد ثم العمود عينة اربعة وبالتالي ومنه الى الترسين المخروطيين السبعة والتمانية ثم الى العمود المقالوز اللي هو اللي موجود هنا ده يبقى التروس ديات هتحرك العمود عينة اربعة فيحرك الترس سبعة والترس تمانية والعمود المقارس وهم تتحرك لأعلى والأسفل طب تعالى نشوف تتحرك اوتوماتيكيا ازاي اوتوماتيكيا يعني اكيد باستخدام الموتور يبقى انا دلوقتي الموتور ده لو لف السير ده حيدور حيدور معا العمود ده ولكن انا تمان العمود ده لو راكب على طول ممكن هينقل الحركة اوتوماتيكيا والغصب عني مش حارفة وقافة اه قال لي لأ ده انا هعمل هنا يد انزلاقية بحيث انها تفصل حركة الموتور او توصلها تفصلها لما كنا عايزة حرك يدوي او توصلها لما كنا عايزة حركها اوتوماتيكي يبقى انا دلوقتي لو وصلت الحركة الهين الاوتوماتيكية حيدور الترس ده حيدور معا الترس ده كمان العمود ده حيلف يبقى الترس المخروطي ده حيدور الترس ده وحيدور معا العمود عين اربعة حيدور الترس سين سبعة وسين تمانية يقوم يدور هنا العمود يبقى بتاعة الحركة من المحرك الكهربائي اللي موجود بالشكل ده ثم الى العمود العين المركب عليه الوصلة ذات اليد الوصلة دي اللي سميناها قاف ثم الى الترس المخروطية واحد واثنين ومن الترس المخروطية واحد واثنين حتتوصل للعمود ده اللي هو عين ثم الى التروس اللي هي ستة دول ترسين حنسميهم ستة مع بعض فحيدوروا العمود عين اربعة وبالتالي الترسين المخروطيين سبعة وايه وتمانية التمانية ده حيدور العمود عين خمسة وتبقى الرسمة بتاعتي حتبدأ تتحرك طيب حركة السكين انا دلوقتي عندي السكينة بتاعتي موجودة هنا هي ودي الشغلة انا عارف ان السكينة لازم تكون بتلف حوالين نفسها اثناء دوراني الشغلة معنى كده ان انا لازم اربط الحركة ما بين الاتنين لازم اربط الحركة ما بين الايه ما بين الاتنين طب حاربطها ازاي الحركة دي ممكن تكون جاية من المحرك وممكن تكون جاية يدوية يعني انا لو بلف ال state دي يدويا البريمة دي هتلف في الصينية اللي مسكة الشغلة وفي نفس الوقت هتدور التروس سين 3 و سين 4 و سين 2 و سين 1 فحتدور الترس المخروطي ده اللي هو 3 و 4 مخروطيين فحيدور 10 حيدور 11 حيدور عمود عين 2 حيدور الترس 12 و 13 اللي حيدور السكين ده أنا لو دورتي يدويا من إينا يبقى أنا بدور الصينية اللي شايلة الشغلة وفي نفس الوقت نقلت الحركة لغاية ما وصلت للسكين طب لو دورتها أوتوماتيكيا أوتوماتيكيا حركة الموتور بتروح على الترس المخروطي ده والترس المخروطي ده دلوقتي بينقل الحركة للعمود يبقى بتاعت الحركة من المحرك الكهرابي في صندوق دروس السرعات إلى الترس المخروطي 1 و 2 أسفل العمود عين 1 تمام؟ وبالتالي إلى الترسين المخروطيين في نهاية 3 و 4 اللي هم اللي موجودين هنا دول يبقى أنا الحركة حتتنقل من ترسين مخروطيين لعمود ثم ينتقلوا إلى 3 و 4 نيجي بعد كده بعد ما انتقل لـ 3 و 4 يبقى حينقل للعمود ده اللي حينقل الحركة المين؟ الترسين المخروطيين 10 و 11 يبقى 10 و 11 حينقلوا البع يبقى حيدور العمود عين 2 يبقى حيدور 12 و 13 زي ما هو مكتوب كده يبقى حيدور السكينة بتاعتي يبقى أنا كده قدرت أدور السكينة بحركة مرتبطة بالشغلة طيب طريقة فتح أسنان الترس العدل الترس العدل يا أولاد لازم تخلي بالك أن أنا كده كده عارف أن السكينة بتاعتي أسنانها مائلة وعشان أجيب هنا ترس عدل يبقى لازم السكينة دي حيحصل لها إيمالة بزاوية معينة علشان تديني أسنان عدلة وممكن أميلها بزاوية معينة علشان تديني أسنان مائلة يبقى أنا دلوقتي حعمل إيه؟ آه من المعروف أن سكينت اللي هب حلزونية الشكل أي أن أسنانها مائلة بزاوية ما وليكن جامة يبقى زاوية مائلة السكينة هي جامة العلامة دي اسمها جامة فإذا ما استخدمت وتحركت رأسيا إلى أسفل ستقطع أسنان الشغلة اللي هي الترس المطلوب بأسنان مائلة مساوية الجامة يبقى أنا دلوقتي لو الشغلة دي السكينة دي أسنانها مائلة واتحطت عمودية يبقى حتقطع الشغلة بتاعتي أو الأسنان بتاعتي بنفس ميل السكينة طيب ولذلك يجب إيمالة محور السكينة بتاعة الهب بزاوية جامة بحيث تصبح عمودية يعني تصبح الأسنان هنا عمودية عشان تديني تروس عدلة أو أسنان عدلة إنما لو تحطت بنفس الميل حتديني أسنان إيه؟ أسنان مائلة طيب حساب تروس الجر بصوا كده معايا أولاد إحنا كنا تعلمنا إن إحنا في المكينة بتاعة الفريزة الأفقية العامة إن أنا كنت بحسب تروس الجر بطريقة إن أنا الأول بحسب عدد لفات يد الجهاز بقرب الأسنان بتاعتي مثلا لو هم 319 أخليهم 320 سنة وأقول 40 على عدد الأقسام بفكرك هو برجالك وبعد كده بقول إن 319 دول ناقص التلتمية وعشرين وبعمل حزبة بقول إن أنا عندي ألف ناقص نون مضروبة في 40 على ألف علشان أطلع نسبة التغيير دي إنما هنا في مكينة الهب أنا ما بحسبش عدد لفات يد الجهاز أنا في مكينة الهب بعمل إيه؟ بروح أشوف عدد الأسنان اللي موجودة عندي وفي نفس الوقت لما بجيب عدد الأسنان بعرف عدد الأسنان ولازم أعرف عدد الأبواب بتاعت السكينة ليه؟ لأن أنا ممكن تكون أسنان الترس اللي موجودة عندي ما هيزة باب واحد ممكن تكون باب إيه؟ طيب المعلومات اللي أنا لازم أعرفها كويس إيه؟ نمرة واحد لازم أعرف عدد أسنان الترس اللي أنا عايز أقطعه نمرة اتنين اعرف السكينة بتاعتي باب واحد ولا بابين يبقى عدد الاسنان وعدد الابواب تمام يبقى انا دلوقتي عارف عدد الاسنان وعارف عدد الابواب كمان لازم تكون عارف قلب المكينة قد ايه في مكينة الفريزة كان في الغالب قلب المكينة بيكون عندي اربعين سن انما في مكينة الهب قلب الفريزة في الغالب بيكون عشرين سن يبقى لازم اكون عارف المعلومات بكويس راجع معايا تاني المعلومات اللي انا عايزها علشان احسب طقم تروس التغيير اللي حيربط ما بين السكينة والشغل عشان الاتنين يلفوا مع بعض وكون سرعتهم متنسبة في عملية القطع يبقى نمرة واحد لازم اكون عارف عدد الاسنان اكون عارف قلب المكينة كم سنة اكون عارف السكينة بتاعتي باب واحد ولا اكتر من باب تعالوا كده نشوف هو احنا حنحسب عمليات تروس الجر ازاي نبص مع بعض حساب تروس الجر على مكينة الهب عند قطع ترس حلزوني نيجي كده نبص مع بعض بيقول ان التروس القائدة او الترس القائد على التروس المنقادة عندي تروس قائدة على تروس منقادة بتساوي قلب المكينة قلب المكينة اللي هو عدد اسنان الترس البريم اللي موجود في المكينة مضروب في مين؟ مضروب في عدد ابواب السكينة مضروب في خطوة الترس كل ده مقسوم على ايه؟ مقسوم على عدد اسنان الترس المطلوب ومقسوم برضو على خطوة الترس ناقص التغذية الرأسية يبقى انا دلوقتي عشان اجيب مجموعة التروس اللي موجودة عندي ودي ممكن تكون مجموعة تروس بسيطة يعني ترسين او مجموعة تروس مركبة يعني من اربع تروس وده حيتحددلي من حسابات الفنية اللي موجودة ولكن بقولك ان في الغالب في مكينة الهوب دايما بتكون التروس الموجودة تروس مركبة عشان تعمل عمليات تخفيض مظبوطة وفي نفس الوقت ما تعكس الحركة ما بين السكينة اللي بتاكل الشغلة وما بين الشغلة يبقى عندي القانون بيقول ان التروس القائدة على التروس المنقادة بتساوي قلب المكينة في عدد الابواب على عدد اسنان الترس المطلوب مضروبة في خطوة الترس على خطوة الترس ناقص اهى التغذي تعال نشوف مثال وخلي بالك من المثال ده كويس جدا عشان بييجي للطلبة بتوعنا في امتحان الدبلو احسب تروس الجر اللي لازم تركيبها على مكينة الهوب عند قطع ترس حلزون يمين عدد اسنان 40 سن يبقى اول حاجة عدد الاسنان 40 ايه؟ سن بسكينة يمين زاد باب واحد يبقى اول معلومة 40 سنة والسكينة بباب واحد اذا علمت ان الخطوة الحلزونية للترس 300 ميلي والتغذية واحد ميلي من الصينية علما بان قلب المكينة 20 والمكينة مزودة باسنان الترس دي 20-21-25 لحد 130 لازم ادقى في الارقام دي كويس لازم تدقى في الارقام دي كويس جدا تعال انطلع الحاجات اللي انا قلتلك انها مهمة جدا ولازم اطلحها من المسأل نمرة واحد ان الترس حلزوني يمين عدد اسنان 40 يبقى عدد الاسنان 40 دي نمرة واحد بسكينة يمين زاد باب واحد يبقى عدد اسنان 40 وعدد الابواب باب واحد والخطوة الحلزونية عندي 300 والتغذية واحد وقلب المكينة 20 تعال نحط القانون بتاعنا يبقى الترس القائد او التروس القائدة على التروس المنقاد قلب المكينة اوه اللي قال لي هنا ان قلب المكينة 20 ومضروف عدد الابواب لسه قيلين زاد باب واحد يبقى عدد الابواب بسواحد عدد الاسنان قال لي انهم 40 سن طب وخطوة الترس قال لي وأن الخطوة الحلزونية للترس بتساوي 300 خطوة الترس اللي هي 300 اللي أنا لسه ذاكرها ناقص التغذية بتاعت اللي قال لي عليها بواحد ملي تعال ناخد معلوماتنا ديت وتعال نعوض بيها قال بالمكينة قلنا بيساوي 20 حكتب هنا 20 فيه عدد الأبواب قلنا باب واحد يبقى 20 في واحد نيجي بعد كده عدد الأسنان لقصة إيه اللي 40 سن كتبت 40 الخطوة بتاعتي قال لي أن الخطوة الحلزونية هنا بتساوي 300 على الخطوة اللي هي 300 ناقص التغذية اللي قال لي عليها بواحد ملي آه تعال ناخد الكلام ده بقى وخلي بالك معايا في الاختصار هنا أنا هنا 20 في واحد بعشرين أنا لو اختصرت العشرين على العشرين في الواحد 40 على العشرين في الاتنين لو اختصرت الاتنين اللي هنا على الاتنين في الواحد 300 على الاتنين في المية وخمسين فبقى البسط عندي هنا بيساوي 150 تاني أنا عملت يا أولاد 20 في واحد فيها العشرين قلت 20 على العشرين في الواحد و40 على العشرين كاني أسنت اللي فوق واللي تحت على العشرين بقى واحد في مية في تلتمية بتلتمية و أربعين على عشرين فيها الاتنين تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لو قلت اللي اثنين اللي تحت دي أسمت على الاتنين وهنا أسمت على الاتنين بقى فوق الدني مية وخمسين وتحت تلتمية نقص واحد بمتين تسعة وتسعين ولا عندي هنا ترس مية وخمسين ولا عندي ترس متين تسعة وتسعين يبقى أنا حاعمل إيه بقى؟ تعالى نقسمهم يعني أخد المية وخمسين دي أخليها عشرة في خمستاشر يبقى عندي المية وخمسين عبارة عن عشرة في خمستاشر وأخد المتين تسعة وتسعين أخليها تلاتة وعشر في تلاتاشر واحد من ولادنا حبايبنا حيقول لي هو أنت ليا مستر محمد ما خلتش التلاتاشر تحت الخمستاشر والتلاتة وعشرين تحت العشرة هقول له دايما علشان في الاختصارات ما تلاقيش نفسك مزنوق ومش عارف تختصر اعمل إيه؟ خلي دايما الكبير تحت الكبير والصغير تحت صغير يعني أنت قلت المية وخمسين عبارة تمام المية وخمسين عبارة عن خمستاشر في عشرة والمتين تسعة وتسعين عبارة عن تلاتة وعشر في تلاتاشر يبقى التلاتة وعشرين هي الكبير تبقى تحت الخمستاشر هي الكبير تعالى بعد كده نعمل إيه؟ ناخد الخمستاشر على تلاتة وعشرين ونضربها في رقم ثابت فوق وتحت المهم إن الناتج بتاعهم يكون موجود هنا فأنا حضرب في أربعة على أربعة ليه؟ هو أنا لو قلت واحد في خمستاشر بخمستاشر ما فيش خمستاشر اتنين في خمستاشر بتلاتين ما فيه هنا تلاتين بس لو قلت اتنين في تلاتة وعشر بستة واربعين ما فيش هنا ستة واربعين لو قلت تلاتة في خمستاشر بخمسة واربعين ما فيش خمسة واربعين إنما لما أقول 4 في 15 بـ 60 والـ 4 في 23 حتديني 92 إذن الـ 60 والـ 92 موجودين يبقى أنا نفست أول مطلوب تعالوا بعد كده نقول العشرة على 13 نقول العشرة حنضربها في عشرة على عشرة بحيث إن أنا عشرة في عشرة حتديني 100 والعشرة في 13 بـ 130 إشمعنا عشرة مستر محمد إضرب 2 في 10 بـ 20 إنما الـ 2 في 13 بـ 26 ما فيه 26 التلاتة في عشرة بـ 30 فيه 30 إنما التلاتة في 13 بـ 39 ما فيه 29 فأنا حتنى أجرب رقم 1 على 1 2 على 2 3 على 3 4 على 4 لغاية ما وصل 10 على 10 فبقى عندي دلوقتي إيه 10 في 10 بـ 100 و10 في 13 بـ 100 و30 يبقى المجموعة دي مجموعة من تروس خلي بالك البسط دايما قائد القائد عندي اللي هو 60 و 100 والمنقاد 92 و 130 يبقى مجموعة التروس 100 و 130 و 60 و 92 طيب خطوات فتح ترس حلزوني على مكينة الهوب لما بفتح دايما بجيب حساب زاوية ميل السكينة نمرة 2 بعمل حساب طاق متروس نقل الحركة نمرة 3 بعمل اختيار لرقم السكينة طيب تعالى نشوف إيجاد زاوية ميل محور السكينة حجيب زاوية الميل خلي بالك إن الجاما يعني زاوية ميل السكينة والبيتا ميل الشغلة يبقى تخلي بالك إذا كان حلزون السكينة والترس المراد قطعه في اتجاهين متماسلين يبقى زاوية الإمالة بتساوي حجم مع زاوية الحلزون السكينة زاوية الإيه؟ أسنان الشغلة طيب لو كانوا الاتنين في اتجاهين مختلفين يبقى أنا دلوقتي زاوية ميل محور السكينة حطرح زاوية حلزون السكينة من زاوية الشغلة طيب يبقى زاوية بيتا بتساوي خاه اللي هي الخطوة على طه قاف بس القاف دي بتاعت قطر الترس القاف دي قطر الإيه؟ قطر الترس طيب تعالى كده نشوف حاجة تانية الزا جامة لو عايز أجيب ظل الزاوية بتاع الجامة بتاع حلزون السكينة حقول الخطوة على طه قاف اللي هي طه النسبة التقريبية في قطر السكينة بيقول صح احسب زاوية إمالة السكينة الهوب عند فتح أسنان ترس حلزوني القطر دائرة الخطوة بتاعته 143 وعدد أسنانه 45 يبقى الأول حاجيب الخطوة طه في قاف طه ليه 13 من 100 على السين اللي بـ 45 تديني 10 مليمتر تقريبا وأجيب الزاوية أجيب الخطوة اللي أنا جبتها بعشرة على طه اللي هيه 13 من 100 في 103 واربعين فهتديني دلوقتي 222 من 10 تلاف وبكده أخذت كل المصطلحات الفنية اللي موجودة عندي في المكينة بتاعت الهوب ولازم أبقى عارف طريقة حساب رقم السكينة بصوا كده معايا سريعا حساب رقم السكينة لازم أعمل حساب للميديول نعمل حساب نمرة 2 للعدد الافتراضي وده بيبقى سين على جتا بيتا تكعيب نمرة 3 بختار رقم السكينة من الجدول يبقى أنا كده عرفت يعني إيه مكينة الهوب عرفت ارجعوا لي كده عرفت يعني إيه مكينة الهوب عرفت إزاي حاسب المصطلحات الفنية بتاعتي عرفت كمان حاسب إزاي أطقم تروس التغيير اللي موجودة عندي ما تنساش إن المادة اسمها تكنولوجيا الفرائز والتجليخ التجليخ ده اللي هي العمليات بتاعت الشحز والوصول بالأبعاد لأكبر دقة طب عمليات التجليخ حيكون فيها أحجار تجليخ وحيكون فيها سرعات وحيكون فيها مكينات تجليخ طب أنت عايز تعرف مكينات التجليخ عايز تعرف أحجار التجليخ والمكونات اللي بتتكون منها وإزاي حعمل عمليات التجليخ وإزاي حعمل عمليات السن لأدوات القطع المختلفة في التجليخ يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة إلا أنا راكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته